ومن ورانا دكتورة ريهام الهواري استشاري مهارات التواصل واللي هتكلمنا أكتر عن فوائد نقل الخبرات بين الأشخاص حتى لو كانت تجارب حياتية أهلاً بحضرتك يا دكتور أهلاً إزايك إنجي عاملة إيه؟ تمام الحمد لله يعني آخر حلقة مع الأسف لكن هنتكلم فيها عن نقطة مهمة جداً بتساهم بشكل كبير أوي في نهوض المجتمعات أو في تأخرها وهي نقل الخبرات كلمين عن فوائد نقل الخبرات يا دكتور خاصة في علم النفس يعني إحنا بنشوف إن ده ليه وقع كبير على الإنسان طبعاً لأن بصي إحنا دايماً بنائد يا ربنا نقوله إيه؟ يا رب رزقنا علماً نافعاً يعني إيه علماً نافعاً؟ إن إحنا ننتفع به وننفع به غيرنا الدنيا كلها الحياة كلها ما بتتقدمش غير لما بتنقلي علمك بتاع الجيل ده لجيل اللي بعده فهجي زي ما بنقول جيل بيسلم جيل لأن نقل العلم أولاً هي أمانة العلم أمانة والأمانة لازم نوصلها ما ينفعش إنها تقف عندنا ما فيش مجتمع في الدنيا بيتقدم من إن هو يخترع العجلة من أول وجديد لازم يكمل على اللي قبله أو يتعلم من غلط اللي قبله فنقل الخبرات يعني في علم النفس بنيجي نقول إيه؟ لما بنيجي نقيم شخصية البنيئة ده أو نيجي نحلل سلوك الشخص دايماً بنقول البريفيس إكسبرينس أو اللي هي الخبرات السابقة لأن الخبرات السابقة بتاعته أو اللي عارفها أو البيئة اللي هو اطلع فيها أو البيئة اللي هو تعرض لها دي بتكسبه سلوكيات وبتكسبه وبتسقل شخصيته ويا رب يكون دايماً نستقل ده بالإجاب مش بالسلب فحتى بتاعة المهارات الحياتية المهارات الحياتية تسقل بالخبرات السابقة ومنها بناخد المفيد زي ما قلنا في كذا حلقة قبل كده بناخد المفيد منها واللي يصلح للزمن بتاعنا واللي يصلح للتكنولوجيا ويصلح للتواصل بتاعنا ونطبقه ونرتقي بيه يعني احنا بننقل الخبرات عشان تبقى دي نقطة البداية يبقى ده يبتدى من نقطة هنا ووصلنا للنقطة دي واللي جي بعدنا خد من النقطة اللي احنا وصلنا لها وكمل عليها طب يا دكتور لما بنتكلم عن علم النفس او علم التواصل ايه تفسير انه في بعض الاشخاص بيخافوا ان هما ينقلوا تجاربهم ينقلوا اخطأهم او مواطن قوتهم لغيرهم خاصة في بيئة العمل بنشوف ده بشكل كبير قوي ايه تفسير حاجة زي دي في علم النفس او في علم التواصل جوسي هو نوع من الخوف وعدم الثقة بالنفس وعدم الاعتداد بالذات يعني ايه كلام اللي انا بقوله ده لما بيكون الشخص مش مقيم نفسه تقييم سليم وشايف نفسه انه هو شخصية نجحة او شايف نفسه او شايف نفسه المواطن القوة بتاعته فدايما بيحس انه هو اقل من اللي حواليه فمش عايز اللي حواليه دي ولا سيما لما يكون مدير مش عايز اللي حواليه يكتشف النقاط الضعفة دي او بقى النقطة التانية ان لما بتكوني وصلتي لمجال معين بتبقي متخيلة انك لو علمتي اللي تحتك هيبقى انت شخص مالوش لازمة لان خلاص اللي انت بتعمليه اللي اصغر منك بيعرف يعمله يبقى انت مالكيش لازمة لان بينسى بقى مع الزمن ومع الوصول للدرجة عالية في الوظيفة بينسى ان في حاجة اسمها continuous learning في حاجة اسمها continuous self development يعني في استمرارية في التنمية الذات واستمرارية في العلم الدنيا ما بتقفش عن نقطة معينة وبعدين الناس بتنسى وما بيبقوش واخدين بالهم خصوصا في الادارات العليا ان نوعية الشغل اللي مطلوبة منه بتبقى مختلفة يعني حتة ان انا قدير المجموعة ده ليس لها علاقة بان مهاراتي الفنية يعني انا دايما اقول ايه المدير الناجح هو اللي دايما مكتبه رائع لان شغلته ادارة الناس ان يخلي الناس هي اللي تنتج وتديله وهو يتابع معهم مش ان هو يعمل شغل بيده اللي كان بيعمله هو صغير وبالتالي هم هو المدير لما الفكر اللي حضرتك تفضلت بي اللي هو انا خايف انقل خبرات الحد اولا هو بيدور نفسه لان لو نقل خبرته يبقى اللي تحته حيساعده حيبقى هو شكله احسن في شغله لان عنده تيم قوي وهيتحول كمان يمكن لقدوة زي ما كناتكلمنا قبل كده والبني ادم ما بينجحش لوحده يعني ما فيش بني ادم في الدنيا بينجح لوحده دايما في الادارة الحديثة دايما نقول ايه الواحد لازم يديني 110% يعني ايه 110% 110% ان انا اديت اقصى طاقة ليا وان انا استفيد من طاقات الناس اللي حواليا بحيس ان يبقى الاداء بتاع المجموعة 110% و120% و150% تمام دي حاجة حاجة تانية ان احنا دلوقتي بقى انه نقيم القيادات يعني جزء من الجوب performance تقيم القيادة بان هل انت بتعلم اللي تحتك ولا لا هل انت بتديهم coaching ولا لا هل انت بتعمل لهم mentoring ولا لا وبعدين موضوع ده علشان نطلع منه انه هو بيخاف على معلوماته وبيخاف على النقطة اللي هو وصلها في خبرته في مجال العمل بقينا بنعمل حاجة اسمها succession planning يعني كل مدير مين اللي بعده فهو بيبقى عارف مين اللي بعده وبالتالي جزء من تقييمي انا للادارة العليا اللي عندي ان هو فعلا بيقدر يساعد بيقوي التيم بتاعه بيحافظ على مهاراته هل الشغل بيطلع لي بكفاءة درجتها كام ده يعود الى نقل الخبرات ضروري نقل الخبرات غير انها امانة غير انها التزام غير انها صلاح للنفس غير انها تدل على شخصية قيادية وشخصية عندها ثقة في نفسها وفعلا تستحق الاعجاب وتستحق انها تبقى مثل وقدوة زي ما احنا كنا بنقول زي ما انت تفضلت في الحلقات السابقة هل هو فعلا ده الشخص اللي لازم يبصله كده ولا يبتدي بقى مدير يغير من الموظفين اللي تحته بنسمع الكلام ده يغير من الموظفين اللي تحته وبيبتدي يعمل سابوتاجينج ويخرب شغل اللي تحته هو مش قادر يفهم ان في الاخر انا لما اجي حاسب كقيادة وقدم مجلس ادارة بحاسب اداء وهو بمجموعته مش هو شخصية صحيح اشتركوا في القناة